الدماء سالت في العراق لأجل من ومن هو المستفيد العراق يا سيدي لا يجب أن نمر على ما يحدث الآن دون المرور على تاريخ العراق 1920 الثورة العراقية الأولى على بريطانيا وكانت هناك حكومة ملكية قادها فيصل الأول ثم فيصل الثاني ثم خاله عبدالله النور السعيد ومن ثم الثورة الثانية الإنقلاب 1958 الذي قاده عبدالكريم قاسم وزملائه الضباط عبدالرحمن عامر أخوه محمد عامر ومن ثم إلى أحمد حسن البكر إلى صدام حسين حتى أتينا إلى الثورة العراقية الثالثة 2003 انقلب الشيعة في العراق أسقطوا تمثال صدام حسين وقالوا لا ولي إلا علي ونريد قائد جعفري أتاكم القائد الجعفري من 2003 حتى 2022 هذا هو التفصيل الآن نعيش يا سيدي الثورة العراقية رقم 4 بما سيفرز أو سيخرج من هذه الثورة بالتأكيد يا سيدي نعلم أن هناك جماعات ولائية زرعت في العراق هناك ميليشيات بدأت بثلاث ميليشيات خمس ميليشيات عشر ميليشيات تجاوز الثلاثة وسبعين ميليشيات هذا العامري حيدر العبادي فارح الفياض قيسر الخزعلي نور المالك وهو المجرم الأخطر وهو من يحرك حزب الدعوة بجميع فصائله مقتد الصدر والذي وراءه كل شيعة العراق هذا الرجل لا نقول ليس له أخطاء ولكنه يود إعادة توجيه البوصل العراقية البرلمان العراقي 329 الصدريون جماعة مقتد الصدر 73 فازوا في انتخابات 10 أكتوبر 2021 لماذا لا يشكل الحكومة أوقفهم نور المالك